انت وانت بتتكلم على وحنا بكلام مالاش في كابالا انت عارف ان عقده وهل ده ممكن يكون مبرر لللي حصل يعني عقده في باند غريب جدا وعقده مستمر على فكرة للسنة الجاي بس في بانده ما طلعهولك اهو بيقول طلعك كده يا كابتن بص يا كابتن ايه رأيك بقى جبنالك العقد اهو بالبصمة بالختمة بالتوقيع بص لو انت عايز حتى برقم البيت اللي ساكن فيه ماشي بص يا سيدي يحقل الطرف الاول اللي هو النادي انهاء التعقد مع اللعب دون التزام واي تعويض مالي وذلك بعد انتهاء موسم اتنين وعشرين تلاتة وعشرين ده اللي احنا فيه خد بالك اللي اتسا خلصان من خلال اختار الطرف الثاني اللاعب اللي هو الطرف الاول يختار الطرف الثاني بانهاء التعاقد عن طريق البريد مجرد انك تبعط له جواب خلال خمستاشر يوم من اخر مباراة في الموسم بالنسبة للدور العام وذلك فقط بعد انتهاء موسم اتنين وعشرين تلاتة عشرين بعد ماتش الاهل والمصر يعني هم كدو؟ فموص با اخر مباراة اخر مبركات الاهل والمصر عالم ستا وعشرين سبع عشرين Jobs تبعت جواب لشيك. نهيت العقد بدون اي شهر. نو بعد بكرة. اللي بقى غير بعد بكرة. هل اللي بحصل ده سيناريو لتفعيل البند ده? اراك في السؤال اللقيم ده. هو وارد بس. هده بند رسمي. اه. انت جدتوا لنا يا سيشبان. ماشي. 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 حلو. حبيبي يا اسمراني. لا بحقيك طبعا. اه. حبيبي يا اسمراني هديك حتة الوقت حبيبي يا اسمراني. اه لا جميلة. اه. اه. اتلغبطت انت بالبند. لا لا لا. اللا لا اللا 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 عارف ان البنده موجود. بس ما كانش معاي. لكن واثق ان البنده ده موجود. اهو. عايز لك حاجة. هل ده تمهيد? عايزوا. ممكن. يا لل piedعان رابط الأحداث. اعايز لك حاجة. انا ع writes ا نقالده دا النهاردة جوا نادل زي ما لك مش عارفين. يعني جوا الفرقة. وجوا الإدارة. مش عارفين البنده موجود ولا? اهو الله. اهو الله هاي. بقىولك اهو الله يعني. هبعته لك؟ النهار ده أكيد مناسبك فطبعا برافو برافو انت جبت البندي ده انت اللي اعداد بقى اه اعتقد اعداد ماشي عم فالقصة القصة باند بانده مهم جدا جدا بس ده ممكن يكون تمهيد بس هل ده قدر يفعل ده؟ لأ ما انا بسألك عسانة مش لاقي مبرر للخناء ها؟ مش لاقي سبب للموضوع يعني مش لاقي سبب للأزمة لا مع انت مع انت الآزمة عملت انت متخيل ان بعد الآزمة دي كلها اه ممكن دقوله الشيكابالة مع السلامة؟ مانا انا معاي سبب للأزمة هل الأزمة دي صنعت عشان تفعيل؟ لا ليه اني اني مش عايز الشيكابالة فعايز يعمل البند ده فبيصنع قدامه الجمهور حدوتة لا بعيد ليه بليه بعيد اصلت لو مش عايز الشيكابالة بعيدة اول الالتجاه ده ليه هتقعدوا مش هيلع بسانة مش عارف ايه هيحصل لكن المصر اليوم نزل خبر من عشرة ايام قال ان الزمالك مش عايز الشيكابالة يكمل معك واكد تاني الخبر مبارح لو احنا عندنا يا جماعة احنا كنا تطرقنا للخبر ده في المصر اليوم شوفولي كده انا كنت اتكلمت عنه من حوالي اسبوع عشرة ايام يعني قصد ان فيه اخبار بتتصرب طيب هو مش عايزه هتتصرب ما الزمالك اللي هو الادارة ولا المدرب لا مش المدرب الا كامل الادارة طيب هو المدرب بس حتى مش بينزله في اخر ده ده عكس فريرة ده دلوقت الرجل ده بيبدأ بيه بيبدأ بيه اساسي ده عمل حاجة ده ما حصلتش مع الشيكابالة من سنتين اه ثلاث ماتشات في سبعة ايام بلع اخر ماتش بس لعب سبعين ديئة شكابالة وبيقدي مش عالها الفرقة شكابالة بيقدي ومؤثر ماتش الناصر لعب بس سبعين ديئة ماتش اللي عابله ماتش كله طيب يبقى ازاي يبقى ازاي لكن لو انت لو كده يبقى ان اكتر موسم اكتر فترة شيكابالة لعب فيها اساسي فترة اسوريو دي اه بقى ان هي هي شكابالة مناسب لخطته مش هيسيبه يعني اسوريو مش هيسيبش شكابالة هو بينفذ الخطة بتاعك امكانياته وطريقة شكابالة مناسبة لأفقالة وادفلك حاجة يا دكتور اسوريو بيعشى اللعيب اللي يلعب برجله الشمالي سواء شكابال أو غيره يعني هو عنده الاستهدل الحداشرة وكان نفسه بأشول الحداشرة ايوه كان نفسه يطلع أشول لا 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 هو عايز على الاقل في كل خط اتعرف كده انا كان نفسه بأشول كان وانا بلعب كرة زمان وانا بلعب كرة زمان والله انا بلعب كرة زمان والله بجد واشوه اهزر يعني كنت عادت مرا كل يوم ساعتين برجله الشمال لا تمنين حاجة وانك تبقى اشول حاجة تانية ما انا مش اشول اه فكدت وانا صغير يعني بقى طيب لكن هو هو الرجل بيعشع بقى نلعب جامد كنت بكسبه سمعت حصل حصل من عشر سنين كنا بنلعب كرة وهم اظهر مني اسأله اوه حصل انا معترف فاقترنت اجي معك في الفره بعد كده فكان يجي لعمها عشان يكسر اه برضو اه فهو منطق فرود اه والله اسأله اوه اسأله كان فرود جامد الصراحة اه والله صحيح ايوه هدس دهاية فكان يجيبه هدس دهاية هدس دهاية كان يجي يخش عليها هدس دهاية ها كنت اقول له اخصم منك مره دخل شنكلني وعده رباجري وقعني على الارض خصبت منه ثلاث ديه فبقولك انا القصة هو الرجل لا فنية محتاجش فنية محتاجش كبال الفرقة محتاجة اكتر من محتاجة كتن في الظروف دي لازم يبقى قائد اصل بعد شكبالة عمر جبر وفتوح برضو شكبالة قصة تانية انه هو بقى قائد للفرقة فانا بستبعد السؤال انت بطوله ده بستبعده تماما انه هو يكون ده مبرر هل ممكن الزمالك يخته خطوة صعبة زي ده ايه الهدف منها يعني ايه المبرر ان انت تمشي شكبالة الزمالك هيستفيد ايه او الزمالك في الاساس عنده مشكلة وعندك لعيب فاي وقائد للفرقة وراجل مؤثر وفي الفترة الاخيرة وبيجيب وبيسجل وبيصنع فإيه المبرر ان انت تمشي شكبالة انت عايز تهد نفسك بنفسك يعني هبنقول اللعيبة اللي موجودة نبنى عليهم بالعافية فتمشي لعب متقلق احسن في الفرقة من شكبالة باستثناء طبعا زيزو اللي متقلق وفتوح ووسف الجزيرة يعني لو بتتكلم في ثلاث اربع العيبة متقلقين هتحط شكبالة من وسطوح الراجل اللي عنده 37 سنة النهاردة وطبعا ربط التواريخ مع الاحداث مع البند ممكن يديك انطباعا كده لكن طبعا هتكون حاجة انا سيادتك بص كله اون اير اون اير اطلع يا ابني بالمستنى بستان اهو اهو انا بقولك تسربت اخبار لاخد باك اصلاحنا شغلتنا من ضمن شغلنا ربط الاحداث انا بعترض ما بعترضش على الكرام فهدا تسريب مش يعني ده واضح انه تسريب انا فاهم طبعا ومن عشرتين بعد مطش المنستير تحديدا لما شكبال قال الكلمتين اللي قالهم انا عندي معلومات عارف عارف انا عارف ان تكلمك صح بس هي ادارة انا بكلم عنها عارف الدي اطلع كده وريني كده الاخبار اللي نزلت ما هو ماشي انا بكلمش على اصور انا عارف ان اصوره متمسك بيه ده ما فهاش يظهر بص اهو الزمالك يرفض التجديد لشكبال انزل تاني هو عقده لسه السنة الجاية لا ما هو كمل بس ما هو الناس ما عندهاش البند الناس يمكن فاكرة العقدة يخلص السنين ما هي الصح بقى يبقى بيفسخ بقى وما بكملش لكن هو التجديد هو الريدي يعني دلوقتي لو شكبالة كامل المسلم الجاي محتاج يمضي نزل التاني اللي خبر التاني بس اللي بيصرب لو حد بيصرب للصحافة مش هيقول ان انا عندي نسا فيه سنة لكن عندي بند اقدر افسخ بيه فالصحف يكتب التفصيلة دي اللي بيصرب يقول له ايه اصدر عقده يخلص قصد الشبالة الادارة مش عايزة شكبالة لكن رجع الشكبالة خلص كده استريحت الادارة مش عايزة في الاخر اذا مالك يرفض التجديد لشكاقه ده في المصر اليوم الادارة ايه ما انا بقولك انت دلوقتي هو الشكبالة هل يحتاج تجديد ما مش محتاج تجديد هي بس ايه الصياغة يعني ايه يلعب السنة الجاية مش محتاج ان هو يمدق او يجدد ايه بالزبط اه يمنح للادارة الحق اوكي مفيش مشكلة اما انا بقولك فيما الاخر الادارة مش عايزة لكن الجهاز الفني عايزة سواء ما عندوش باور في الاخر الجهاز الفني يعني لما الادارة تقوله ده قرار الادارة مش هنجدد اكيد او ده مضار محترف وارق نبيل